تحت ضغط دولي ولتجنب النظام ضربة عسكرية كانت تخطط لها الإدارة الأمريكية ضد نظام الأسد قالت منظمة حضر الأسلحة الكيموية في لاهاي إن النظام في سوريا قام بتسليمها تفاصيل عن ترسانته الكيموية تطبيقا للاتفاق الروسي الأمريكي الأخير في جينيف حيث قال مارتين نيسركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقرير قيد المراجعة والتحقيق من جانب خبرائنا مشيرا إلى أن المنظمة تتوقع من حكومة النظام تقديم مزيد من المعلومات خلال يوم أو يومين دون الإعلان عن تفاصيل المعلومات التي تقدم بها نظام الأسد المنظمة أشارت إلى أن عملية تدمير الأسلحة الكيموية السورية مهمة لم يسبق لها مثيل وتتطلب إجراءات استثنائية والمزيد من الوقت للتحضير حيث يعتقد أن سوريا تملك نحو ألف طن من المواد الكيموية السامة وفي ردود الأفعال الدولية طالبت الصين الجميع بتطبيق سريع للاتفاق الأمريكي الروسي في شأن تدمير الأسلحة الكيموية السورية معربة عن أملها في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في حين عارضت روسيا حليفة النظام اللجوء إلى القوة ضد الأسد بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المجلس الأمن إلى العمل الأسبوع المقبل لإصدار قرار قوي وحازم في الأمم المتحدة وشدد على أن إزالة كل أسلحة سوريا الكيموية هي أمر يمكن تحقيقه من خلال الوسائل السلمية لكن ورغم ذلك يرى سيرجي إيفانوف رئيس ديوان الرئاسة الروسية إن روسيا يمكن أن تتخلى عن دعم نظام الأسد إذا علمت أنه غير ملتزم بتسليم كافة التفاصيل للسيطرة على ترسانة أسلحته الكيموية موضحا بأنه يتحدث من الناحية النظرية والإفتراضية لكن إذا تم التأكد من أن الأسد غير ملتزم فأن بلاده قد تغير موقفها